ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير دولة الكويت شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في ختام زيارته لمصر وكان الزعيمان قد أجري مباحثات قمة أكد خلالها على حرصهما على حماية الأمن العربي المشترك وضرورة التواصل لوقف فوري ومستدام لإسلاق النار في قطع غزة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من مطار القاهرة الدولية وذلك في ختام زيارة الدولة التي أجرها لمصر والتي بحث الزعيمان خلالها سبل الدفع قدما بالعلاقات السنائية على شط الأصعيدات بالإضافة إلى مستجدات أهم قضايا العمل العربي المشترك وتطورات الإقليمية